عملية اغتيال فاشلة تستهدف وزير الداخلية فتح بشاغة باعتراض موكب وزير الداخلية وتعرضه لرماية كثيفة من مسلحين على متن سيارة بالقرب من جنزور حيث رد فريق الحماية على مصدر النار ما ناتج عنه مقتل أحد المهاجمين والقبض على البقية وإصابة أحد أفراد الحماية بجروح وإنهاء الهجوم حتى الآن لا تعرف دوافع عملية الاغتيال ومن يخف وراءها لكن مراقبون يربطونها بالتزامات وزير الداخلية في مكافحة الفساد وفرض السيادة القانون وهيبة الدولة وإنهاء كل مظاهر الفوضى الأمنية في البلاد وتحقيق مصالحة حقيقية بين كل الليبيين دون أن تسقط الحقوق الشخصية للمتضررين وهو ما يجعل الوزير خصما لعدة أطراف في الداخل والخارج ينتظر أن تكشف عنها التحقيقات الجارية مع المقبوض عليهم تطورات كبيرة في الأحداث خلال الثماني والأربعين ساعة التي سبقت محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية فقد كشف تقرير أممي مخطط إجراميا فاشلا دبره حفتا مدعوما من الإمارات مع مرتزقة غربيين لاغتيال بشاغة وثمان قادة سياسيين وعسكريين آخرين الحادثة أثارت موجة من التنديد أهمها خرج من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي دعت لدعم جهود بشاغة مستنكرة محاولة الاغتيال وأما على الصعيد المحلي فقد ندد المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية بما تعرض له موكب الوزير مهنئين إياه على سلامته أحداث متسارعة تعيد بشاغة إلى صدارة المشهد في ليبيا وتفتح عديد التساؤلات حول دواعي هذه العملية والمتسببين فيها وما تحمله الأيام القادمة من تفاصيل ترجمة نانسي قنقر